لا تقولي جافر العمدة ولا الحج متولي ده راح يتجوز واحدة فتجوز ثلاثة مع بعض وده كان شرط خطبته ليه انه يتجوزها هي واثنين من صديقتها وإلى يسرف نظر عن الموضوع وكل اللي بينهم ينتهي فزيادة الخير خيرين طبعا وخطبها ما صدق ده اللي عملته مدرسة سعودية لما شاب بجي يخطبها اشترطت عليه كده مش هتصدق علاقتهم ببعض بعد الجواز بقت ازاي مفيش بنت او ست تحب ان حد يشاركها في الشخص اللي مرتبطة بي او في جوزها واستحالة تلاقي ست توافق ان جوزها يتجوز عليها بسهولة كده والدنيا بتقوم ومتعودش لو حصل وسبحان الله دي طبيعة في كل الستات لكن اللي حصل ده حاجة ما تتصدقش وغريبة جدا ده عد جافر العمدة والحج متولي بزوجاته الاربعة على الاقل هم اتجوزوا واحدة وارد تانية مش كلهم مرة واحدة زي عرسنا ده ولي صدم الجمهور ان هي مش اتجوزته الاول حتى وبعد فترة جوزته صاحبتها واحدة وارد تانية ولكن من الاول وبمدق الاول وشرط اخر نور سعودية اشترتت على خطبها قبل ما تتخطب لي وتتجوز انه اتجوز تلت ستات مرة واحدة وفي وقت واحد مش اي عرستين دي اخترت له على زقها ووثق فيهم جدا وعارف علاقتها بيهم هتكون ازاي خاصة وإلا مش هتخاطر وتعمل كده وتجيب واجع الدماغ وعدم الاستقرار ليها والحياتها الجديدة بالعكس هي لقيت الاستقرار في انه يتجوزها هي وصديقاتها الاتنين البنت السعودية دي شغالة مدرسة وعيشة في مدينة الطائف السعودية وحطت خطبها في وضع لا يحصد عليه وده حسب ما نشره موقع سكاي نيوز نقلا عن صحيفة الوطن الكويتية المفاجأة انه كان رفت تماما انه يتجوزها هي والاتنين اصدقائها اللي بالمناسبة شغالين معاها في نفس المدرسة مدرسات بردو ولكن بعد ضغط منها ووسطت كل المقربين منه واقناعه انه ينفذ طلبها وإلا ينسى الموضوع خالص ويصرف نظر وان ده شرتها الوحيد علشان الجوازة تتم تفتكروا هيعمل ايه؟ يخسر البنت اللي قلبه حبها ولا ينفذ طلبها ويتجوزهم التلاتة مع بعض انت لو ما كانوا ممكن تعمل ايه؟ بالضبط كده وده اللي هو عمله وافق خطبها وتوكل على الله وتجوزهم التلاتة مرة واحدة في نفس الوقت وعند نفس المأزون وقبل ما يتجوزهم اختر لهم بيت يعيشوا فيه كلهم مع بعض ويبقوا عيلة كبيرة الشاب بأجر ثلاث شواء لكل واحدة شقة منفصلة وكل واحدة لها خصوصيتها طبعا ولكن في نفس العمارة وكل زوجة منهم ليها ايام يكون الزوج متواجد معاها وفي نفس الوقت كلهم بيتجمعهم للوقت اللي التاني عند الزوجة اللي عليها الدور في الجدول وكل حاجة بنظام وكل زوجة فيهم عارفة لليها واللي عليها هو كمان قدر يعدل بينهم علاقتهم فدلت حلوة حتى بعد ما تجوزوا وما فيش غيرة بينهم ولا نفسنا وكيد نسا زي اللي بيحصل بين الدرائر بالعكس بيعملوا كل حاجة مع بعض من طبخه وتنظيف وكل حاجة في البيت ايديهم في ايد بعض والراجل هيعوز ايه اكتر من روحة البلدي وكمان في تنفس بينهم على الاهتمام بيه وبيدلعوه تفتكروا ممكن يجوزوا الرابعة ولا هم كده كفاية عليه علشان كده كل رجالة بيحسدوا ونفسهم يلاقوا البنت اللي يكون شرطها الوحيد علشان تتجوزوا وانه يتجوز معها اتنين او تلاتة وحتى لو هي اللي هتختارهم لي لو خطبتك اشترتت عليه كده توافق ولا ترفض وهلانسي ممكن تعملي كده مع خطيبك وتجوزي صحباتك شاركونا في التعليقات